إيه ده لانت بقى التجديد لبوسيماني دلوقت نشوف رأيي الكابتن وليد صراح الدين معنى التجديد في هذا التلقية لبيتسو بوسيماني مزيدا من الاستقرار ووضع واقعي جدا الراجل محقق كل البطولات فبالتالي إيه اللي يمنع انه يجدد مع النادي القلي في نقطة الناس مش واخدة بالها منها في آخر عشر سنين مين مدير فني جدد مع النادي القلي معنى الجزية لا مفيش يعني هتلاقي في آخر عشر سنين النادي القلي مفيش ولا مدير فني أيها طبعا مفيش ولا مدير فني قعد وخلص عقده وجدد مفيش حد بجدد مفيش بعد معنى الجزية خالص فالفكرة هنا في حاجة جديدة إن الراجل خلص عقده وبنعمل مفاوضات لعقد جديد ودي حاجة كويسة جدا بنشوفها برة طبعا وأتمنى إن الراجل ده لو محقق نفس النجاحات دي يكمل ما يعمل مشروع ويقضي عن المشكلة وعنده مشروع والناس جماهير فرحانه بي وهو الأولى الأهلي كان جابه من سان دونز كان مشروعه مكمل مثلا 16 سنة زي أليكس بيرجسون مثلا في المانا نايت بصوا مرونة تاكتيكية هيلة جدا بتلعب 3-4-3 بتلعب 4-3-3 بتلعب 4-2-3-1 اللعيبة بقى عندها ثقافة إن الراجل يغير جوه المباراة 3-4 طرق فالنادي الأهلي شغال بشكل كويس جدا بس مساندة ودعم مش عايزين نشتغل بالقطعة يعني كلام راجل فاهم وتما دايما يشاور على حاجات ما حاش فياخد باله منها لكن هو بيدقى لما قل لك ومين من المدير الفنين جدد خلال 10 سنين فاته 10 سنين يعني من 2012 هل جدد أحد لا مجددش أحد يعني شفنا جريده يمشي بعد ما جاب بكون فدرالي شفنا مارتين يول بعد ما كيسب بطولات شفنا حتى لسارتي كيسب بطولة دوري صعبة جدا والراجل بقى مستغرب لأنهم ما عملوش الفارق ما عملوش شغل اللي كنا نفسنا إنه يكمل معانا يمكن فيلر ولكن فيلر كمان رمى طوبة العمل الفني في فترته الأخرانية عادي يمشي هو تأثر بظروف أسرته وكورونا وأدرك النادي الآلي هذا الآمن فرح لواحد يعلم شغفه إن الخطوة الجاية لمرن الآلي يبقى حق أحلامه فرح للشغف بتاعه فرح للي عنده شغف وعنده قدرة لأن أنا بقول يا سيد إبراهيم الشغف مفتاح النجاح أيوة لا تستطيع أن تنجح في عالم عشان كده أما ييجي أقول لك الاحتراف قيمة الهواية والهواية قيمة الاحتراف صحية عندما تهو عملك وتعمله بمطعة وحب يبقى كل أهمك إنك تطوره وتنجح وتعبد ولما تجدد للمسلماني في التوقيت ده يبقى ده قرار أهم من أي بطولة على فكرة ده مش كلامي ده كلام نجمز زمالك أحمد حسان ميدو نشوفه الأهلي جدد عهد موسيماني سنتين في خطوة باعتبرها الأهم في الأهلي في السنوات الأخيرة الحفاظ على موسيماني أهم من أي بطولة وأنا كنت بقول الكلام ده والراجل شغال وكان بيتعرض لانتقادات وأنا كنت بقول لكم إن الأهلي لو خسر موسيماني هيبقى خسر خسارة كبيرة جدا ومش هيرفع عوضه بشكل كويس آه النادي مش هيقف عليه لكن مش هيقف ليه مدرب بكفاءة موسيماني وبزكاء موسيماني وبدهاء موسيماني في التعامل مع اللاعبين والتعامل مع المباراة الكبيرة كلام ده أنا قلت لكم من زمان وكابت المحمود الخطيب عارف كويس قوي اللي أنا بقوله صح وشايف قدامه لكابت المحمود الخطيب شايف التفاصيل اللي بيحصل قدامه وتاني بقول لكم تجديد عقد موسيماني دلوقتي من الاهلي في التوقيت ده بالذات بمثابة الفوز ببطولة كبرى عندما يصل الأمر بمدير فني في مقعد الإعلامي وهو يقول أن التجديد لموسيماني أهم القرارات لأنه ما انتظرش مشوار أفريقيا مربطوش وده اللي بقول لك مش تملي النتاج كل عاجل ولكن مؤشرات النجاح انت جيبت شخص مش محطوط تحت اختبار خلاة تجاوز هذا الأمر انت عايش منه اللي جاي نتمنى أن ماتش سانداونز يعدي بالشكل اللي يتيح للأهلي الاستمرار الناجح في دور المجموعات والوصول إلى الأدوار التالية وساعاتها حيبقى الكلام هنشوفه لأنه بيقول لك يديني بعض الوقت يشوف وهو قبل الموسم قال لي اكتسبت خبرة الكرة المصرية هتشوفوني بشكل جديد نقدر الفطرة اللي استلم فيها موسيماني يا أستاذ إبراهيم بتاعت فيلر أنه استلم عشر ماتشات بدون هزيمة تذكر تقريبا هو حقق هذا تقريبا يعني فأصبح لا ينسب إليه يعني لما كسبت دوري وقتها ما انت خدت الدوري خالصها طب انت دوقتي ابتدت الدوري اللي كنت خسرانه بفعل وانا مصر على هذا الكلام دوري العام الماضي حالفة الظروف لأنك تخسره وجزء من عندك وجزء من من إدارة الكرة المصرية وجزء من تحكيم طبعا ولكن المرة دي في كل الظروف ايه أسعب من أنك تروح بنص فرقة تلعب كاس العالم تبتديها مفتاح البطولة الماضي الأولاني وبعدين يجي لك فريق منهك من بطولة أفريقيا فتقدر تدعم بالحدود اللي تقرأ عليه ولو كان فيهم واحد بين ماتش بالمراس وروح اللعبة دي كنا شفنا أداء أفضل ويمكن نتيجة كانت تغيرت لكن إنت لعبت بعد 18 ساعة بعد هذه المعاناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر